استعرضت توزيرة التنمية المحلية من العود تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات على مدار أسبوعين من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الثالثة والعشرين لإزالة التعديات على أملاك الدولة أكدت توزيرة التنمية المحلية أن الدولة بكافة أجهزتها المعنية مستمرة في محاربة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وأشارت إلى أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية حتى الأسبوع الثاني من الموجة 23 بلغت 1935 حالة